معنا أم محمد أيها فند تفضلي يا فند بقولك لو سمحت عايز أسألك على استفسار تفضلي عايز أعرف لما الراجل يكون أنه هو يتمثل أنه هو راجل ويخوم براحته يبقى إيه في الدين يعني إنت بس عتوض التلفزيون شوية واتسمعيني من التلفون وانت دلوقتي بتسأليني انت تعملي إيه يعني تعمل إيه مع الراجل اللي بيخون على طول ولا دوة حكمه عند الله يوان عايز أعرف إيه حكم عنده ربنا كده ليه بيخون برده أو بيخون يعني بيعمل الفحشة أو بيخون يعني بيكلم ستات أو بيخون يعني بياخد فلوسها من وراها بيخون يعني إيه بيكلم ستات طيب عشان احنا عندنا مسألة نفرق ما بين الخيانة والفاحشة وليس معنى ذلك إن ده ما بيسموش خيانة عند الست الست عندها اسمع الخيانة عشان بس ما حدش يجي يقول يا جماعة اسمعين طيب حاضر يعني الست اللي هو بيكلمها طيب الست اللي هي بيكلمها دي متجوزة أوه ومعها ثلاث أولاد تعالي بقى نخلي نخلي نقول شوية حاجات أول حاجة إن الشخص اللي بيكلم واحدة متجوزة وبيكلمها كده فهو بيخببها على جوزها يعني ايه بيخببها على جوزها بيفسد الحياة الزوجية بتاعتها والشخص ده ملعون الشخص اللي يفسد الحياة الزوجية لمرأة على جوزها ده ملعون أنا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام ده وبركز عليه لو سمحته اتقوا الله سبحانه وتعالى في بعض وهو هي بتبتدي كده بتبتدي إن واحد يعيني بيساعد حد إن هو يعني يخرج من أزمته وبيساعد عشان يقول لها النصيحة لا يا سيدي دلوقتي ما فيش أكل يا سيدي اللي عايز يتكلم ويساعد حد فيه إن هو يصلح حالته حياته الزوجية يبعاته على مركز الإرشاد الزوجي في در الإفتاء المصري ما لكش دعوة ما تدخلش إنت خالص إنت كالرائي يحومه حول الحمى يوشكو أن يقع فيه وكل اللي سمعيني عارفين ده كل الحاجات دي حصلت بإن هو مروءة فوقف جنب واحدة قعد تكلمه ويكلمه بعض فيكلمه بعض بالساعة والاتنين والتلاتة وفي أوقات متخخرة فإن اللي يحصل فيحصل الإدمان فهو يدمنها آه خلي بالك أنت بتخرب بيتها على بفكرة أنت بتخرب بيته واللي بيعمل كده ملعون واللي بيعمل كده كأنه شيطان الإنس فاللي يتق الله سبحانه وتعالى وبلاش الحكاية دي فعشان كده لازم يتق الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر